أهلا بكم من جديد مشاهدنا إذن أنطار رعدية ستخص الولايات الشرقية وكذلك الولايات الجنوبية إن شاء الله خلال ظاهرة يوم الغد الاثنين مع تسجيل دائما درجة حرارة مرتفعة فيما يخص أغلب ولايات الوطن وحسب النماذج الرقمية للرصد الجوي تؤكد على أن الأجواء تبقى مشمسة مستقرة بالنسبة للمناطق الوسطى وكذلك الغربية يتشكل الضابب الكتيف خلال الصباح الباكر على المناطق السحلية ويرتقب إن شاء الله بداية من أواخر ظاهرة يوم الغد الاثنين ستشهد المناطق الشرقية إلى غاية صبيحة يوم الأربعاء تساقط أمطار رعدية بكمية تطهرى وحبين عشر إلى خمستانش مليمتر محليا وستكون أكثر اعتبارا ونشاطا إن شاء الله خلال صباحة يوم الأربعاء فيما يخص كل من سوق هراس قسانطينا خنشلة كذلك تبسى بكمية قد تتصل أو تتعدل عشرين مليمتر محليا بحول الله خلال ليلة الثلاثة إلى الأربعاء كذلك عنا باسكيك دا جيجا البجاية تسيب الزوس طيف لمسيلة أيضا بالنسبة لأولاد جلال معنية بتساقط بعض الأمطار المتفرقة التوقع طويلة المدى تؤكد على أن إن شاء الله بداية من يوم إن شاء الله الخميس ستتحسن الوضعية الجوبية بالنسبة للمناطق الشرقية في انتظر دائما تشكل خلاير عدية منعزلة موسمية مصحوبة ببعض الأمطار المتفرقة نسلوها دائما أواخر الظاهرة على المناطق الداخلية الهضاب العليا وخاصة فيما يخص الولايات الشرقية خلال الأيام القليلة المقبلة الولايات الجنوبية كذلك تحديدا بأقصى الجنوب الجزائري نحو مرتفعات الهوكار والتاسيلي وكذلك على الجنوب الشرقي سيشهد إن شاء الله تساقط أمطار رعدية خلال صباحة يوم الغد يعني طيلة يوم الغد إن شاء الله الاثنين بحول الله أما على باقي المناطق الجنوبية فالوضايا الجنوبية ستكون مشمسة ومستقرة مع تطاير زوابع رملية بسرعة الرياح تصل إن شاء الله إلى حوالي 40 كم في الساعة حتى فيما يخص المناطق الشمالية في المقابل درجات الحرارة تبقى دائما مرتفعة على المناطق الشمالية وكذلك الولايات الجنوبية هذا الارتفاع راجع إلى هبوب رياح ضمن التيارة الجنوبية إلى جغربية من المناطق الجنوبية نحو شمال الوطن إذا نبقى منسلو خلال ظاهرة يوم الغد في حدود 28 درجة بعنابة قلمة السوق هراست بس باتنا خنشلة كذلك مع سكر واتلمسان ستقارب حوالي 25 درجة بالجزاء العاصمة 26 درجة بوهران مستغانم وعينتي موشنت تيزي وزول بويرا لمدية وكذلك البوليدة تقارب في حدود 26 درجة خلال ظاهرة يوم الغد الاثنين على النعامة البيض مشرية تصل إلى 22 درجة بالنسبة لبرتباجي مختار وإنقزام كعلى مقدياس 47 درجة تحتضل 39 درجة ببشار 38 درجة بتندوف تقارب 40 درجة بإليزي جانات إناميناس إنصالح أدرار تمياوين ورقان كذلك الوادي وورقلة راح نسلو إن شاء الله في حدود 38 درجة خلال ظاهرة يوم الغد بحول الله وتبقى حتى خلال الأيام القليلة المقبلة نفس درجات الحرارة على المناطق الجنوبية حالة البحر سيكون هادئ إلى قليل الإستراب على طول الشريط السحري سرعة الرياح قد تصل إلى 40 كم في الساعة مع رؤية متوسطة وعلو الأمواج يتراوح بين المتر إلى المتر ونسف على كافة السواحل الغربية الوسطى والشرقية إلى غاية يوم الأربعاء على الأقل إذن مشاهدين أمطار مرتقبة على المناطق الشمالية الشرقية وكذلك الولايات الجنوبية خلال ظاهرة يوم الغد الاثنين مع تسجيل دائما درجات حرارة مرتفعة فيما يخص أغلب ولايات الوطن إن شاء الله أشكركم على كرم الإصغاء والمتابعة والعودة لاستكمال بقية الأخبار بعد هذا الفاصل ترجمة نانسي قنقر